بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا حبيبي يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله اسمح لنا أن نجلس بين يديك في هذه الحلقة ونتحلق حول أنوارك يا رسول الله ونسألك أن تفتح لنا بابا من أبواب فهم سنتك وفهم محبتك وكيف نصل بهذا إلى أن نبقى في مجلسك دائما يا رسول الله مجلسك لا يمل يا حضرة النبي ولذلك بكل شوق سنسألك أن تبيح لنا أن نقرأ حديثك وأن اقتفز من أنوارك وأنت يا رسول الله كامل النور وأنت يا رسول الله بيدك باب من أبواب الإقبال على الله وباب من أبواب جوامع الكلم وجوامع النور وجوامع الفتح الحديث الذي نقرأه في هذه الحرقة حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس المؤمن بالطعاني ولا باللعاني ولا الفاحشي ولا البزيء يا الله على هذا الحديث هذا الحديث حديث مهم جداً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا شيء مهم جداً في حياتنا وهو أن العنوان الأساسي للمؤمن هو مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يعلمنا أن المؤمن راسخ الإيمان هو صاحب مكارم الأخلاق وأهم صفاته إنه بيأمنه الناس وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن الشخص ولا يكون الإنسان مؤمناً إذا كان طعاناً ولا لعاناً فتعالوا نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرنا بأي شيء أمرنا وكيف أمرنا بأن نترك مساوئ الأخلاق وذكر لنا بعض المساوئ وتعالوا نشوف هذه المساوئ أول حاجة قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان يعني أي طعان يعني الشخص الذي يطعن في أنساب الناس ويرميهم بالباطل وطبعاً ده بيدخل فيه الطعان بأي سورة من السور التعدي على الأعراض وكأننا نمشي مع حديث رسول الله عليه وسلم في حاجة مهمة جداً فكريل لما رسول الله عليه وسلم وقف في خطبة الوداع فقال ماذا؟ كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلازم نفهم أن عرض المسلم ده إحنا عندنا مصطلح اسمه المسلم الصعب يعني المسلم صعب أن أنت تتعدى على عرضه صعب أن أنت تتعدى على ماله الصعب أن أنت تتعدى على دمه وعلى فكرة ما حدش يقول والله ده يوم درجات العرض ده الناس كتيرا بتعمل كده الناس كتيرا عندها مسحة شيطانية كده وتحلفت النفس الأمر بالسوق مع الشيطان فعمل تفخل للناس كده قالت ايه؟ هو بصوا يا جماعة الطعن في الأعراض مش زي القتل ده القتل دي حاجة صعبة خالص لكن الطعن في الأعراض ده يعني فممكن نقض أعداد يعني ونطعن بعض فنعمل ايه؟ فكل واحد فينا كمان يتكلم في عرض الناس يعوزوا بالله لا 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 حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل ده جزء من الإنسان المؤمن اللي لا يجوز التعامل معه بهذه الطريقة فالأعراض دي مش حاجة سهلة للناس تتكلم فيها كده وتطعن فيها كده أبدا ده الطعن في الأعراض ده يخرج نور الإيمان من قلب الإنسان هيا يبقى كافر لا بس مش هيبقى نور الإيمان يخرج من قلبي لما تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بكذا طب لو بقى كذا نور الإيمان يخرج من قلبه فلا يرى ماذا؟ أنا لما يكون نور الإيمان في قلبي كده أرى عرد المسلم ده؟ آه لا عرد المسلم ده ده اللي نظر إلى عرد العرد ده واللي حافظ العرد ده مولانا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لا ده اللي صين عرد فلان ده مولانا وأنا إذا تعديت على عرد فلان أنا تعديت على حفظ الرحمن فشوف بقى فكأني بعمل إيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى بالإيه؟ بالطعان أنا بحب بقى في تفسيري هذا الأمر مش إنه هو بيطعن عرد المسلم بس لا ده هو بيطعن قلبه وبيطعن أخلاقه وبيطعن كمان إيمانه فهو لما بيطعن في أعراض الناس بيسيل دم إيمانه بيسيل دم قلبه بيسيل دم أخلاقه تخيل ما سموهش ليس المؤمن بالطاعن لا ليس المؤمن بالطاعان اللي هو الشخص اللي إيه؟ مش اللي هو دايما بيطعن لا حتى لو يطعن الحديث ده يدخل فيه ولو الشخص طعن مرة فلذلك اللي حاصل لكن ليه ألبرد الطاعان؟ لأنه ممكن يبقى عند القاضي لما القاضي يطلبه للشهادة إنه يطعن بس يطعن بإيه؟ بأمر القاضي يبقى إذن ليس المؤمن بالطاعان ليه يا سيدي؟ لأن هذه طعنة فين؟ ليست طعنة في عرض أخيه ولكن طعن في قلبه في إيمانه طعنة في قلبه فكلما دايما كده كلما طعن العبد في أعراض أحبابه وإخوانه من المسلمين طعن في إيمانه يعني إيه طعنة في إيمانه؟ ينقص هذا من إيمانه مش الإيمان يزيد وينقص يزيد بإيه؟ بستر المسلمين ويقل بإيه؟ بالطعن في المسلمين يبقى اللي بيطعن في الأعراض ده يقل إيمان واللي بيحفظ أعراض الناس يزيد إيمان وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس المؤمن بالطعان على طول رح جايب لنا حاجة تذكرنا بحاجة مهمة جدا وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان آه ليه بقى جاء باللعان؟ أصل اللعنة ده الترت من رحمة وكأنه بيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا يطعن يفتكر أنه فيه نار تلظة بيصدع الأشقى فيوعد تكون شقي واللعن فيه سر كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول الله عليه وسلم نهى ونهى نهي كبير عن مسألة اللعنة إن العبد إذا لعن شيئا إلا حاصل ساعدت اللعنة إلى السماء فإلا حصل فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالاً تروح يميناً وشمال فإذا لم تجد إيه مسعاً ولا مساغاً يعني اللعنة دي ما وجدتش مساغاً يعني ما وجدتش السبباً راجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإلا راجعت إلى قائلها يعني الشخص ده اللي انت لعنته لو ما كانش فيه معنى من أجله يعني ما كانش ربنا لعنه لا يا ربنا لعنه يعني نازل وحي بأن هذا ملعون زي إبليس ولذلك اللعنة ده عينزل عليك لو أن انت الشخص ده ما كانش إبليس وانت عندك حد انت متأكد أنه ملعون آه يقول لك ملعون من هدم بنيان الله ما جايز يأخي بيدافع عن نفسه آه يعني انت حضرت النبي يقول لك إيه امتنع عن اللعنة أصلاً ما تلعنش عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا حاجة مهمة أوي لما قيل له ادعوا على المشركين قال إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة فالمسلم ما يلعنش حد ده المشركين في أكثر من المشركين لأن اللعنة داد بمثابة غلق باب الرحمة في وجه الإنسان وإحنا عارفين أن رحمة ربنا واسعت كل شيء وعلشان نعرف خطورة لعن الأشياء وما ترتب على ذلك من أحكام فقهية فرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كان في بعض أسفاري ومرأة من الأنصار على ناقة فدجرت فلعنتها عملت لعنة الناقة يعني المرأة اللي بتسوق الناقة والناقة مش منقادة ليها فديئت فلعنت الناقة فسمع ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها يعني إيه؟ خذوا ما عليها من الرحل والمتاع فإنها ملعونة قال عمران بن حسين فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرضوا لها أحد إيه اللي حاصل؟ محدش بيتعرض لها وعشان كده لازم تعرف إن ما ينفعش إن انت تلعن حاجة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نفع عن المؤمن إن هو يكون لعان بس نفع عنه كمان إن هو يكون إيه؟ أن يكون فاحشا أعوذ بالله يعني إيه فاحش شوف رسول الله سلم ما ينفعش المسلم يكون طعان في الأعراض ولا يكون لعان يطرد الناس من الرحمة ولا يبقى لسانه مش عفيف لسانه بذيء وإحنا يا ما بنعاني الآن دلوقت بعلامة شطارة الشاب من دولة حتى لو كان متعلم أحسن تعليم حتى لو كان شخص بيقوله عليه راقي إيه علاقة إن أنت تكون صاحب مكانة ولا تبقى راقي إيه علاقة إن أنت تبقى شخص وجيه بإن أنت تبقى أنا آسف يعني بذيء اللسان إيه علاقة الوجهة ببذائة اللسان عارف إيه علاقة الوجهة ببذائة اللسان أقول لك أنا إيه علاقة الوجهة ببذائة اللسان إن أنت شايف إن محدش يقدر يلمك بس أنا أقول لك إيه اللي يلمك إيه اللي يلمك إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يكره بذيء اللسان إن بذائة اللسان دي والفحش في الكلام إلا يحصل ده يخليك تأتي عند الله سبحانه وتعالى ووجهك مليء بالنكات السوداء وقلبك مليء وضميرك مليء بأذى الناس الكلام اللي أنت إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقي لها بالا إيه يعني لما شتمت قلت له يا كذا ولا قلت له يا كذا ده بهزار ما فيش حاس ما أهزار البذاءة لها علاقة لها بالمزاح البذاءة بذاءة في ذاتها سوأفوا لن بقى يستحق البذاءة دي ولا لا البذاءة حرام يعني الفحش في الكلام ده حرام مش بس عشان هو بيقسر خواطر الناس وده واقع واقع إن الناس اللي بتتشتمه بتتكسر خطرهم بس هو ممكن يعمل يمثل إنه هو قوي بس هو تكسر خطره والفحش ده سبب ممكن يخلي الإنسان يقع في اللعن والطعن ويقول كلامه العازه بالله لا يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله وإنه يكون تحت ضغط أو في شدة علشان كده إحنا في حال الشدة لازم نصنل ألسلاتنا ومشكلتنا إن إحنا بنظن إن إحنا في حال الشدة مباح لينا إن إحنا نقول أي حاجة ما ينفعش البذاء لا تسمح لنا بذلك إحنا مشكلتنا إن إحنا مش بنعرف نستعد لحال الشدة عندنا صفة وحشة وهي الاستبطاء بنتعامل ببطء مع أحوالنا تلاقي الواحد مش عايز يسارع إلى التعرف إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعيش في حالة اتزان في كميع أحواله والاتزان بيجي من حسن العيش مع تغيرات الحياة والثبات على مراد الله والثبات على مكرم الأخلاق ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس القوي بالصرع ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب ولذلك المشاعر لما تيجي وتسيطر علينا ما تفسدش علينا التفكير السليم وما تفسدش علينا حسن أخلاقنا لكن إيه اللي حاصل كل الأحوال الشديدة جاءت لتظهر مكارم الأخلاق فلازم إحنا نتعود إن إحنا نتعامل مع كم مكارم الأخلاق مهما كانت المشاعر بتسيطر علينا وساعات النفس تخلينا ملكي للمشاعرنا مش ملكي للقيم فإيه اللي حاصل فأنا لو موجوعي أنا مش مستعد أفكر بتفكير سليم ويبقى عندي مبرر إن أنا مفكرش بتفكير سليم وعندي مبرر إن لساني ما يكونش لسانه هو مش لساني أنا ما شاورش على نفسي لسانه هو ما يكونش عفيف لا حتى وإنت موجوع ما زلت واجب عليك إن أنت تكون عفيف اللسان ما تقوليش أنا موجوع مش مستعد أفكر بشكل صحيح دلوقتي فأي حاجة عملها مبررة لا أي حاجة بتعملها مكتوبة عليك مش مبررة إمتى يبقى دوة لما تكون مكره لما حد يخليك تكره لكن إنت مش مكره علشان كده فيه ثلاثية مهمة جدا نعيش بيها الثلاثية دي بتكون مسلس أضلعه اليقين والخروج من الحول والقوة والأخذ بالأسباب التلاتة دولة أول ضلع معناه في المسلس ده هو ضلع اليقين ولازم نعرف إن اليقين مش حاجة بتحصل لنا فجأة لكن المشكلة إن إحنا مش قدرين نفهم يعني إيه يقين إيه يقين حياة اليقين بيتعاش مش اليقين بلقيه فرصة كده تجيلي أو حاجة كده تجيلي لا اليقين بيتعاش اليقين بيبقى بيملأ قلب نور زي مثل وقت ما بفقد حد أو بشوف أخبار الحرب على غزة فاليقين هنا مش بيكون قيمة بس لكن بيكون علاقة بربنا وبيتحول إلى إحساس بيملأ علي حياتي ويخليني أشوف الحياة قدام بإن هي في مدد الله وهي من عند الله فإيه اللي حاصل لما بحاول أعد الموقف باعديه أنا عندي يقين بإن الله سبحانه وتعالى معي وأن الله سبحانه وتعالى لا يدير الحياة اليقين مساحة واسعة وكبيرة بتخلي الإنسان يشوف الحياة ويشوف في الحياة ما وراء ما يراه الناس وهو دوة اليقين اللي بيخلي الناس يفهموا ما قاله أهل الله قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون آه اليقين بقى هو اللي بيخليهم يشوفوا ده عشان كده اليقين تربية اليقين حياة اليقين عيشة مش فكرة ولا شعور وتبقى شايف قدامك فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فاليقين اللي كان عند السحرة بعد الإيمان إنهم اكتشفوا إن الحياة مش بهذه الضيق اللي هو كان يسمها لهم فرعون لكن الحياة وسعة فلما اتسعت رؤيتهم تيقنوا شافوا إنهم عايزين يلقوا الله فلقاء الله أحب إليهم من أي شيء وما بقاوش خايفين من على لعاعة من لعاعة هذه الدنيا ممكن يخوفهم بها فرعون وإلا حاصل فعاشوا فعاشوا حتى بعد مماتوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فسعتها بتتغير المعادلة إلى معاملة معاملة مع الله فمن بارك بالذي وعامله الله فيريه من بديع وسع الله سبحانه وتعالى ما يجعله المسألة تهونه عليه فالمسألة ما يبقى فيها ثباته من أهم أمارات اليقين الرسوخ في الدنيا وإن اللي حاصل والدنيا تبقى حواليه تتشل وتتهد وشخص راصخ ما يموش حاجة الدلع التاني بقى مع اليقين دلع مهمة أوي إن احنا نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله مش بحولنا ومش بقوتنا يعني مش بشطرتك أنت ولا حسن تفكيرك ولا حسن تدبيرك ولا مهاراتك كل دي أدوات ربنا رزائك بيها ومش بس أدوات دي نعمة من الله حتى إذا أساء إليك أحد فأنت تعلم أن هناك من يرد عنك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم أما الأخذ بالأسباب والدلع التالت ده فمن حسن التوكل على الله ومن غير ما تبقى متواكل وما تبقى عبد لله ربنا قال لينا وقل أعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني نعمل مش نقعد ونستنى بل نكتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ونفكر نفكر إزاي قال لك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ونفكر إزاي نقدر نضبط وندير ضغوطنا ونتحبس فيها ولكن ننطلق إلى الله سبحانه وتعالى ونتكلم بما يرضي الله هنا بقى هتبقى استقامة اللسان مع استقامة القلب استقامة القلب بتيجي من استقامة اللسان فكأنها عملية تبادلية فعن سيدنا أنس رضي الله عنه قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه معنى الكلام ده إن حضرت النبي علمنا أن استقامة الأعمال والأخلاق والأفعال بتفتح أبواب عظيمة من استقامة القلب واستقامة القلب هو اللي بيخل الإنسان مليء بمحبة الله وطاعته وعشان كده لازم نكره المعاصي زي ما قال الحافظ بن رجب علشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في دعاءه اللهم إني أسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه إلا محبة الله وخشاته عشان كده هو القلب اللي هينجو في الآخرة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال على الإنسان سيدنا إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا رب اجعل قلوبنا سليما واجعلنا يا ربنا في خير حال واجعلنا يا ربنا في أهدئ حال واجعلنا من أهل وسع البال واجعلنا يا ربنا ممن وسعت أخلاقهم واجعلتهم يا ربنا في وجوههم بسط وفي أحوالهم وفي أخلاقهم حسن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بعد الفاصل يا سادة نلقاكم مع أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بينامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وبنخصص لا وقت عشان نجيب عليها وتستمر مجالس العلم باب مفتوح للدخول على حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونظل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا في الملأ الأعلى لأننا في مجالس ذكره فيذكرنا سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى اللهم اجعلنا من المذكورين عندك دائما يا رب العالمين وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا وهو سؤال بيقول أنا السلام عليكم يا شيخ أنا لقيت عمل ملفوف في ورأة لونها بمدي وجواها شعر معقود كتير جوا بعضه داخل الكتش وأخذت رميته في الشارع ما كانش في بالي أن دا عمل أعمل إيه دلوقتي عشان أحصن نفسي أول حاجة ما كنتش تهتم بأنه عمل أنا مش عمل ترميه وخلاص ترميه وخلاص طبعا إخوانا طبعا اللي بيحاولوا يديروا حياة الناس بالأعمال وبالعفريت وبالجن وكده يقولي لا يا مولانا لازم تحرقه ولازم تحطه في مالح ولازم أعرفش إيه أنا أعرف حاجة واحدة بس أعرف ذكر الله أعرف الإقبال على الله سبحانه وتعالى أعرف أن الله سبحانه وتعالى يحفظ ولا يصل ضر لأحد إلا بإذن الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولما تفتكر ده تفتكر أني كتب ربكم على نفسي الرحمة فخلاص طب تعمل إيه بقى عشان تحصن نفسك بس كلمة اللي هتخليني أجاوب حضرتك على ده قالت لها تحصن نفسك تعمل إيه تقرأ المعوذتين وتقرأي قلوا والله أحد ثلاث مرات وتقرأي الفتح سوى مرات عندنه بس مش أي حاجة خالص ولا تلتفتي لده ولا تفكري بده ولا تفكري بعفلونه كان بمبي ولا الشعر كله معقود ولا كان محتوط في الكتشي ولا أي حاجة كل الكلام ده لا علاقة له بأقدار الله الله سبحانه وتعالى يحكم ولا معقبة لحكم والله سبحانه وتعالى بيدي مقاليده السماء والأرض يا سلام بقى لما واحد بقى يفتن نفسه ويقول لك إيه ما عصد أنت متعرفش حصل لإيه بعدها والله برضو لما كانش حصل الكلام ده بقى أنا أحصل لك الكلام ده كل حاجة بس أن أنت محتاج تغير نظرتك للحياة تغير نظرتك للحياة محتاج أن أنت تقبيلي على الله سبحانه وتعالى وتحتاج أن أنت تعرفي قانون الله في الحياة أن الحياة ما بتكونش حسب السيناريو اللي احنا بنضعه الحياة مدرسة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها الأدب فنتأدب مع الله سبحانه وتعالى نتأدب مع أقدار الله ونتأدب كمان مع عبودية الله ما نعتبرش أن في حد يتلاعب بحياتنا ما حدش يستطيع أن يتلاعب بحياتنا خالص لأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض والله خالق كل شيء والله غالب على أمر فما ينفعش أن أنت تعتقد أن في حد هيعبث بحياتك وحياتك في حفظ الله وفي عون الله الله لطيف بعباده فمش يجي حد يتلاعب بمصائر العباد ولا بمصائر الخلق عشان هو قامت في نفسه حقد فيؤذي الناس ويدمر حياتهم أبدا حياتك في حفظ الله وفي معية الله وفي عون الله وفي مدد الله فخلاص طب نعمل إيه عشان نفسنا تطمئن بذكر الله نقرأ المعوذتين ونقرأ والرسول اللي أسأل كان بيعوز الحسن والحسين بالمعوذتين خلاص يبقى نقرأ المعوذتين ونقرأ ونقرأ قولوا الله أحد ثلاث مرات ونقرأ الفتحة سبع مرات وبس ما نعملش حاجة تانية أكتر من كده نعم السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم عايز أسأل حضرتك عن الزجين اللي طول عمرهم بينهم مواد ورحمة وتفاهم وتعاون في كل شيء في حياتهم وربوا أولادهم جيدا مع أن الزوج كان غايب معظم الوقت نظرا لطبيعة عمله وبعد ما كبروا وأصابتهم الأمراض تغير الوضع أصبحت الحياة كما يقال سم بك مع أنهم محتاجين المواد والرحمة أكثر الآن إيه الحل أرجوك ترد علي وشكرا السؤال ده سؤال مهم قوي لأن معنى أن أولادهم كبروا فعلى أقل لهم دلوقتي في الخمسينات أو الستينات فالخمسينات والستينات الإنسان بيرجع تاني يعني إحنا عندنا كده منحانة العمر لما بيرجع الإنسان بتتغير احتياجاته يعني الإنسان بتتغير احتياجاته يعني إيه بيبدأ احتياجاته تبقى شبه احتياجاته في الطفولة فلما بيكبر في السن الإنسان بيبقى عنده احتياج إن حد يطبطب عليه يرعاه يحسسه بإنه هو في أمانه ولذلك كتير من الأباء والأمهات بتحس أولادهم إن هم بقوا أباءهم هم اللي بقى بقتها أم والدتها وبقى هو أب أبو ليه طيب بيكده لإن الاحتياجات بتتغير وربنا سبحانه وتعالى بيغير الخلق وعشان كده الله سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نكون في أعلى درجات الحنية وأعلى درجات الرحمة بأهلنا لما يكبروا بس هي بتكلمني في حاجة تانية بتكلمني في إن هم العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها أنا أقصد العلاقة مش أقصد العلاقة الخاصة هي بتقصد إن إحنا بقى بيننا جفاف بقى بيننا جفاف زواجي وبيننا جفوة زواجية بقى فيه خرس زواجي مش بس خرس زواجي هي بتقول وكأن الحياة وقفت خلاص الحياة الزوجية وقفت خلاص اللي حصل ده بيحصل حاجتين حاجة اسمها التشبع الزواجي في بعض الأحيان بعض الرجال واضح إن اللي سألها امرأة فهضرب مثال وأتكلم عن الرجال وعلى فكرة ساعات بتحصل قبل كده بيحصل حاجة اسمه التشبع الزواجي التشبع الزواجي يعني إيه؟ يحصل ده برضو اللعبة الكرة إن خلاص هو مش عايز يعمل أي حاجة زواجية هو عايز بقى شوية بقى هو عمل للأسرة دي وعمل والأولاد كبروا وكده فهو عايز دلوقتي وده بيبقى في الرجال أكتر من الستات هو عايز دلوقتي إيه اللي يحصل هو عايز دلوقتي يحس بيسدوق وسكون ومش عايز أي دوشة مش عايز أي ضجيج عايز حتى يبقى لوحده لأن أقول لكم حاجة مثلا الرجال في لحظة من اللحظات بيحس حتى في العلاقة الخاصة ما خلاص ما أنا حصل كل حاجة علاقة خاصة اتمتعت وخلفت وربيت واتهجرت وهجرت عملت كل حاجة فهو يحس بإنه وإيه مستغنى عن كل حاجة مستغنى عن الكلام قلنا كل الكلام مستغنى عن العلاقة الخاصة عملنا كل حاجة مستغنى عن إن يبقى حدي أنيسه أنا دقت معنا الأنس وخلاص عزس إن الأنس ده مش بيجي لي فهي ما مش عايز تكلم ولا عايز أي حاجة خلاص الحياة وقفت حاجة زوجيا وقفت ده ممكن يوقع صاحبه في الحرام يعني لو هو أصل ده وهو ما بيغيرش ده يوقع صاحبه في الحرام ليه؟ لأن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يقول من أنا ما ضيعتش حاجة الأولاد كبر خلاص أنتم مكنتوش فقط لقدكم الزوجية ولا العسرة موجودة عشان إيه؟ عشان تعملوا منتج اللي هو إيه؟ الأولاد الأولاد مقصد وجودهم وتربيتهم مقصد من مقاصد الأسرة بس المقصد الأساسي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المعنى ده ده يفضل معنا لطول الحياة وبيبقى كل ما يزداد شريك الحياة احتياجاً للمودة والرحمة ويزداد احتياجه للسكينة كل ما بيبقى واجب عليها إننا نعمل ده لأن ربنا أمرنا وقالوا وعشروننا بالمعروف فلازم العشرة تكون بالمعروف وده مش معروف اللي بيحصل ده حرام طب واحد يقول ما أنا خلاص بقيت زهقان بيقول إن أنا زهقان لا 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 خالص ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه الكبار في السن لازم يزكوا نفسهم ومن أهم تذكية الكبار إنهم يتوبوا عن الزهقان لازم الرجل الكبير يتوب من الزهقان وإحنا ما نسعدش الكبار على إنهم من حقهم الزهقان الزهق والملل ليس من حق كبار السن من حق كبار السن إنهم في حياتهم الباقية وربنا يطول في أعمارهم أن يجذبوا معاني القرب من الله ويعيشوا لذة المحبة وليس هناك لذة القرب من الله أقرب إن أنت تجبر خاطر حد يا سيدي اجبر خاطر زوجتك واجبر خاطر نفسك وحس إن الحياة ما زالت موجودة وما تنتظرش ما تبقاش منتظر وقع لحظة النهاية لأنك لا تدري متى تكون النهاية لأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطيك من العطاء ومن الود ومن المدد ما تندهش به هذه الساعات التي تعيشها استثمرها استثمرها في حب الله واستثمرها في إن أنت تدخل السرور على قلب مسلم وساعة ما تعمل كده هتعرف معنا السعادة الحقيقية حياتنا ما نعرفش نهايتها لكن نعرف من بيده هذه السعادة يا رب سعدنا واجعلنا دايما من أهل السعادة ومن أهل أن نسعد غيرنا لنذوق حلاوة أنك تسعدنا بمددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين اجعلنا باب سرور وافتح قلوبنا بالنور يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اجعلنا سر سعادة لأحبابنا يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة